بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركية الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية العقيقة في المنام هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة بيها كمان هنعرف معناها لو شف الرؤية دي رجل او امرأة متزوجة او حامل او امرأة مطلقة او فتاة عزبية اولا العقيقة بشكل عام من الرموز اللي بتدل على ساعة في رزق الرائي وعلى فتح ابواب خير ورزق ليه كمان على تحسن في مستوى المعيشة بتاعته العقيقة من الرموز اللي بتدل على راحة وعلى استقرار وعلى راحة نفسية ممكن يشعر بيها الرائي كمان العقيقة من الرموز اللي بتبشر بزوال الهموم ولو كان بيعاني من ضغط نفسي او صعوب في امر معين فمن الرؤية اللي بتدل على انتهاء الهموم دي او الصعوب كمان العقيقة من الرموز اللي احيانا بندل على رقوع شخص كان غايب او كان شخص مخترب احيانا ممكن تدل برضو على السفر الرائي لمكان والسفر ده هيعود عليه بمنفع وهيعود عليه بمصلحة كمان تحضير العقيقة من اللي ما يشوف الشخص انه بيحضر او بيساعد في تحضير العقيقة فده دعم ومسانده هيقدمها الرائي لشخص تاني كمان الشخص المديون او الشخص اللي عليه او بيمر بأزمة مالية لما يشوف العقيقة فده زوال لهمومه كمان سداد دينه وتحسن في امور حياته بشكل عام العقيقة برضو من الرموز اللي بتدل على زهاب الرائي للحج او للعمرة الرجل المتزوج لما يشوف العقيقة فبيكون بشارة ليه بقدوم خير وكمان قدوم بركة لما يشوف ان هو بيوزحها على الناس فده عمل صالح هو بيقوم بيه او دعم او مسانده بيقدمها للناس العقيقة احيانا لما يشوف الرائي ان هو يعني بيحضر ليه عقيقة احيان بتدل على حصوله على فرصة السفر وفرصة السفر دي هتوضع عليه باموال العقيقة كمان بشارة بانتهاء ازمات مالية لو كان هو بيمر بأزمة مالية وبشارة بتحقيق الارباح وتحقيق المكاسب وبقدوم مال الرجل المتزوج كمان لو كان هو مقترب او مسافر بعيد عن اهله وشاف العقيقة في بيكون بشارة برجوعه مرة تانية لأهله كمان لما يشوف ان هو بيتبح بنفسه الكبش وبيوزعه او بيحضره فمن الرؤى اللي برضو بتدل على قدوم الخير ليه لكن لو شاف انه بيتبح بطريقة مخالفة للشريعة الاسلامية فاحيانا بيتدل على ارتكابه لزنب او لمعصية المرأة المتزوجة كمان لما تشوف العقيقة فبيكون بشارة لها بالحمل القريب من الرموز برضو اللي بتدل على الخير وعلى تحسن في مستوى المعيشة بتاعتها وعلى سعادة كمان على زوال هموم وعلى حل مشاكل على حل خلافات لو كان عندها خلافات زوجية او عائلية العقيقة برضو للمرأة المتزوجة من الرموز اللي بتبشرها بحدوث تغييرات وتغييرات جديدة وتغييرات ايجابية في حياتها وتحويل حياتها بشكل افضل كمان لو كانت هي مريضة وشافت ان هي بتعمل عقيقة فبيكون بشارة لها بالشفاء وبالتعفي المرأة الحامل لما تشوف العقيقة فبيكون بشارة لها بمولود زكر والله اعلى واعلم كمان العقيقة للمرأة الحامل فده سعب في رزقها وفتح ابواب رزق وخير لها ولي زوجها المرأة الحامل لو كانت بتمر بشوية ظروف صحية صعبة وشافت ان هي بتحضر عقيقة او بيعملوا لها عقيقة فبيكون بشارة لها بالتعافي وزوال التعب كمان المرأة المطلقة برضو المرأة المطلقة لما تشوف العقيقة فبيكون بشارة بتغييرات ايجابية تحصل في حياتها في الفترة القادمة كمان بشارة لها بحظ سعيد كمان بتحولات في حياتها سواء من الناحية الشخصية او في وظيفتها كمان لو كانت هي بتعمل فمن الرموز اللي بتبشرها بترقية ويحصلها على منصب لو كانت هي مش بتعمل او عايزة عمل فبيكون بشارة بحصلها على فرصة عمل هتكون مميزة العقيقة اللي المرأة المطلقة احيانا بيكون بشارة لها بالزواج من شخص هيكون عوض عن فترة صعبة هي مرت بها لو كانت هي بتتمنى الرجوع مرة تانية لزوجها او كانت الظروف تسمح بالرجوع فاحيانا بيدل على رجوعها مرة تانية كمان المرأة المطلقة لما تشوف العقيقة فبيكون بشارة بتحقيق امنيات وبتحقيق رغبة هي كانت بتتمنها كمان الفتاة العزباء الفتاة العزباء لما تشوف العقيقة في المنام اولا من الرموز اللي بتدل على تحسن سيء البيئة المحيطة بيها تحسن علاقتها باصدقائها باقاربها كمان من الرموز اللي بتدل على ان هي محاطة باصدقاء كويسين كمان العقيقة اللي الفتاة العزباء لو كانت هي مخطوبة فمن الرموز اللي بتدل على تمام الزواج كمان من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى راحة بال الفتاة العزباء برضو لما تشوف العقيقة فبيكون بشارة لها بالارتباط والزواج من شخص هيكون لي مكانها ولي عائلة كبيرة وكمان شخص ميسور الحال لما تشوف ان هي بتحضر العقيقة في المنام فدي برضو من الرؤى اللي بتدل على تحقيق أحدام وتحقيق أهداف هي كانت بتتمنيها لو كانت هي لسه في مرحلة الدراسة وشافت نفسها هي بتحضر العقيقة فبيكون بشارة بالنجاح وبالتفوق وكمان بحصلها على طرقات عالية ده كده كانت أهم الرموز المتعلقة أو أهم التفسيرات المتعلقة برؤية العقيقة في المنام تكلمنا عنها بشكل عام بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت أنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركوا جداً ونشوفكم إن شاء الله في فيديو بديد مع السلامة اشتركوا في القناة